السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتكم حلوية ماياليم و ان شاء الله نقصر عليكم بيزا كده رائعة بعجل اللي هو سهل بدون دلك او مجهود كده رائعة بزا ممرو المقادر و طريقة تحضر و فرجة ممتعة بسم الله اول حاجة غنبدو بتحضر العجل غنحتاج جوج كسن من الماء الدافئ و دائما لابار بكاس لانبار لاستعادية لوميتين ميللت غنضاف علي هنا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز فورية و عندي هنا ثلاثة المعالقة كبيرة من زيت الزيتون و غنضاف ملعقة كبيرة من الزاسر بعد الشكل هذا هنحرك المكوينة ديلي جيدا حتي نسجمو ليه مع بضيتهم من بعد غنضاف في الدقيق و ضروري ما نغربلو الدقيق دينا دائما غنعطيكم القياسات بكاس لانبار ولكن ما تضيفوش الكيمية اللي غنقول لكم كلها لان النوعية ديلي الدقيق كتختلف من نوع النوع وهي اللي قد تحكملينا في الكمية ديلي الدقيق اللي غنوضعه هنا يوضع ثلاثة الكيسان من الدقيق الابيض و غنبدأ نمزج نمزج جيدا بالخلاط اليدوي حتي نسجم ليه هاد الخالط و ما يبقى وش هاد ديته كتويلت من بعد غنبدأ نضيفو الدقيق بالتدريج بهذا الشكل هادا و انا كناجن كنحاول ندخل هذيك الكيمية ديلي الدقيق في الخليط ديلي بها الطريقة وبنسبة للكمية ديلي الدقيق اللي احتاجيت فانا دخلت في هاد العجين خمسة كؤوس الى ربع من الدقيق الابيض و دائما كما قلت لكم ما تدخلوش الكيمية كاملة ديلي الدقيق كنكمل الخدمة باليد ديلي كنجمع العجين خاصة يكون رغو تلتسق في اليدين وبنسبة لهاد العجين افارة ما كنحتاجوش لاندلكوها الاولو كنبقى ندخل الدقيق ديلي في العجين بهذا الطريقة كما لاحتو معايا الطريقة جد سهلة كنستمر بهذا الطريقة حتى كنحصل على العجين بهذا القوام هادا كما كتلاحظو معايا بقى كتلسق هدا هو القوام اللي خاصنا نحصل عليه صافي ده بغن نغطيها ببلاستيك عدائي وغن خليها في مكان دافئ كل ما ارتحطينا هاد العجين كل ما كتجين نتيجة ديالها افضل وكتجين هديك البزا اسفن جيوخ في فبسة دابا غن وضع العجين ديالي جانيبا وغن مور بس نحضر الحشوة هدي هي الكمية ديال الدقيق اللي تبقت لي من الكأس الخامس اول حاجة غن وضع جوج معالق كبيرة من الزيت في مقلات اللي وضعتها على نار متوسطة بهذا الشكل هادا من بعد غن وضع لها جوج حبات من البصلة اللي قطعتها بهذا الشكل صافي وغن حركم جيدا وغن خليهم حتى كي تشحروا لي شكرا دابا غنضاف له صدر الدجاج والكمية ديال صدر الدجاج كتبقى على حسب افراد العائلة ديالكو كنضافه بهذا الشكل هادا من بعد مقطعته المربعات صغيرة من بعد غنضاف له نصف ملعقة صغيرة من الابزار غنضاف كذلك نصف ملعقة صغيرة من الملح ورأس ملعقة صغيرة من الكركم وغنضاف كذلك نصف ملعقة صغيرة من البابريكا كنحركم جيدا وغنخلي حتى كي تبدئها صدر الدجاج كنحاول نحرقه جيدا باش يدخلوا ليات جوابل في الدجاج بهذا الشكل هادا من بعد مطاب ليات صدر الدجاج كيكون بهذا الشكل هادا سوف نطفع عليه النار او غنمر باش نكمل العجينة ديالي كما كتلاحظو كيكون طيب بهذا الشكل هادا سوف نخليه برد جانبا من بعد مرتاح تلي العجينة ديالي كتكون بهذا الشكل هادا كما كتلاحظو مع اي اخت تامرت وضعف الحجم ديالها بالنسبة البيتزا كما قلت لكم كل ما رتحت العجينة ديالها وكل ما جات النتيجة افضل وكاد هنا البيتزا ديالنا اسفن جيو خفيفة بزف هادا هو العجين الناجح ديالبيتزا كيكون بهذا الشكل هادا صافي ده بغن بدا نفرغ هاداك الهواء اللي في العجين ديالي بها الطريقة ده بغن ناخد العجينة ديالي وغن وضعها على سطح العمل من بعد ما رشيتوا بشوية ديال الفينو تقدروا ترشوا لسطح العمل بالدقيق كيبقى ليكم الاختيار ضروري ما نستعنوه بالفينو لان العجينة ديالنا خفيفة بزف وكاد التاسق ده بغن نشكلها على شكل حربول وغن نقسمها الجوج وغن نشكل العجين الكويرات بهذا الشكل هادا انا حضرت معاكم جوج بيزات اللي هما كبارين غن ناخد القطعة اللولة وغن بدن نمدد فيها تقدروا تستعملوا نمدلك بهذا الطريقة او لا تستعملوا غالية ديالكم انا غن نكمل غير باليد ديالي بهذا الشكل هادا ودعوا وغير ما رشوها بشوية ديالفينو كنستمر بهذا الشكل هادا كنحاولون نضغطوا من الوسط ونخليوا الجواني بشوية اغلاط ده بغن وضع حافظة في حدي الفرن اللي وضعت فيها ورقة زبدة اللي ما متوفرات على ورقة زبدة تقدروا تدهنوا الصفحة ديالفرن بشوية ديالزيت بعد ما بسطت العجينة ديالي كتكون بهذا الشكل هادا ده بغن نضغط بها بواحد فرشيطة بهذا الطريقة كنحاولو نتقبوها مزيلا سافي وغن وضع عليها صص طومات تقدروا تتعملون جهزة او لا تحضروها غير في البيت راح ادرتها معاكم في بزاف ديالواصفات اللي سوقوا كنوضعوا عليها الصص طومات بهذا الشكل هادا من بيض غن وضع عليها صدر الدجاج اللي حضرتوا معاكم ودائما الحشوة كتبقى لكم على حسب الرغبة ديالكم تقدروا تديروا فيها ديك رومي او لاتونة وغن وضع عليها الفلفلة بالنسبة لي مكان طيب هاج تقدروا تشحروها الى بغيته وغن وضع علي البيتزا ديالي جوب الموزاريلا بها الطريقة من بعد ما بشرتو من بعد غنضيف لها كذلك الزيتو الاسود سوف يوغنضخلها الفرن اللي مسخن من قبل على درجة حرارة ميتين درجو وبالنسبة لفرن ديالغاز فكنشعلوا عليه على الضارة متوسطة وكنشعلوا عليه ملجح حتى كتبلينا البيتزا ديالنا عادة غنشعلوا عليها بالاعلة من بعد ما دخلت البيتزا ديالي الفرن حضرت البيتزا التانية بنفس الطريقة سوف نخليها الطيب ونرجع معاكم هذا هو الشكل ديالبيتزا ديالنا من بعد ما طابت كيما كتلاحظو كتجي رائعة كتجي اسفن جيو خفيفة بزيف كتجيها الى انتمنى تداموني بلايكاتكم وتعلاقتكم وايضا اقتراحتكم الوصفات اللي بعتنا نحضر معاكم لكتو اول مرة كتشاهدوا قناة ديالي فمرحبا بكم والف مرحبات اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات وبسلام عليكم الى الوصفة القادمة ان شاء الله شكرا